أشهد أن لا علاق إلا الله وفي إحدى زيارتك للحرم المكي الشريف ستبصر عيناك عزيز الزائر تلك الأعداد الهائلة من وحدات الإنارة والأجهزة المتنوعة التي تستمد طاقتها من مقابس الكهرباء بالحرم ليتسلل إلى ذهنك سؤال عن كمية هذا الاستهلاك الهائل للطاقة وكيف يتم تغذية الحرم بالكهرباء دون انقطاع في مكان يعج بملايين البشر على مدار العام شهدت طليعة عام 1373 للهجرة دخول الكهرباء إلى الحرم المكي الشريف ضمن أعمال التوسعة الأولى المباركة التي أطلقها الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثرى لتكون الجذوة التي تنيرم مساحته 750 ألف متر مربع باكتمال أعمال التوسعة الثالثة في وقتنا الحالي وعن طريق 12 محطة كهرباء رئيسية وفرعية تعمل على تغذية الحرم بكمية هائلة من الميجاواط الكهربائي شهريا لتشغيل أكثر من 250 ألف نظام ومعدة كهربائية وميكانيكية ومدنية وأجهزة إلكترونية وخدمات مساندة كأعمال السقاية والتبريد وأعمال النظافة وغيرها وما يزيد عن 120 ألف وحدة إنارة يعمل معظمها على مدار 24 ساعة لتوفير الضوء داخل المصليات وفي المسعة وغيرها من المواقع التي تتطلب الاستمرارية في استهلاك الطاقة وفي الجانب الآخر وعلى بعد ثلاث كيلومترات جنوب الحرم المكي وبواسطة 8 مولدات و10 مغذيات احتضانتها محطة توليد الطاقة بكدي يستمد الحرم جزءا من طاقته الاحتياطية كما يعمل 67 مغذي كهربائي للأحمال الكهربائية والميكانيكية الموزعة داخل الحرم المكي على توفير تلك الطاقة الاحتياطية من مختلف المحطات تلافيا لانقطاع التيار الكهربائي وحرصا على ضمان استمرارية وموثوقية التغذية الكهربائية بالحرم المكي في حال انقطاعها من شركة الكهربائي لأي ضرف طارئ ومن خلال 15 موقعا داخل الحرم تعمل وحدات توفير الطاقة الغير منقطعة UBS على تأمين الكهربائي للأنظمة الحساسة مثل الصوت والإنارة وكاميرات المراقبة في حال فقدانها من المصدر بصورة لحظية وعلى صعيد تأمين هذا التيار بشكل منقطع نظير ووفق برنامج زمني معد على مدار العام يعمل نخبة من المشغلين والخبراء الفنيين بمختلف المرافق التابعة للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تشغيل وصيانة تلك المعدات والأنظمة وإجراء الاختبارات الأسبوعية للتأكد من سلامة وجاهزية جميع الخطوط الناقلة للكهرباء كما يتم اختبار المولدات بشكل شهري مع إجراء الصيانة السنوية قبيل موسمي رمضان والحج للتأكد من سلامتها